بسم الله الرحمن الرحيم خالص العزاء وفاة الدكتور كمال الجنزوري واحد من رجال مصر المحترمين هذا الرجل خدم الدولة المصرية والشعب المصري سواء وهو وزير وهو نائب رئيس وزراء وهو رئيسا للوزراء ظل الدكتور كمال الجنزوري في خدمة هذا الوطن قدم خدمات كبيرة وعظيمة لمصر رجل من الرجال الذين أفنوا حياتهم من أجل هذا الوطن كان الدكتور الجنزوري يتكلم ويدافع ويتحدث بلسان الطبقة المتوسطة والفقراء رحم الله الدكتور كمال الجنزوري مصر النهاردة رسميا وشعبيا ودعت الراحل الدكتور كمال الجنزوري السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم تقدم الجنازة العسكرية الكبيرة لوداع الدكتور كمال الجنزوري السيد الرئيس مع قائد العام لقوات المسلحة رئيس الوزراء كافة رجال الدولة في تشيع جسمان الفقيد الراحل ابن مصر البار الدكتور كمال الجنزوري دكتور كمال الجنزوري كان من ناس البسطاء جدا والمتواضعين جدا وعالم خلق كريم جدا وكما النهاردة السيد الرئيس طبعا كتب ايضا في وداع الدكتور كمال الجنزوري وتقديم واجب العزاء ايضا كتب رسالة مهمة في وداع هذا الرجل الراحل فقدت مصر اليوم رجل دولة من طراز فريد هو الدكتور كمال الجنزوري رئيس وزراء مصر الاسبق كان الراحل بارا بمصر وفيا لترابها واهلها وصاحب يد بيضاء في شتى مجالات الحياة السياسية والاقتصادية وكانت له مكانته العلمية ورؤيته الحكيمة وقدراته القيادية المتميزة والناجحة فضلا عن اخلاقه الرفيعة العالية وتفانيه وصدقه واخلاصه في مراحل مصرية وحاسمة من تاريخ هذا الوطن رحم الله الفقيد الغالي وخالص عزائل اسرتي واهلي دعي المولى عز وجل ان يلهمهم الصبر والسلوان دكتور كمال الجنزوري سترئيس بيشير الى المراحل الحاسمة كانت واحدة من هذه المراحل ما بعد 2011 عندما اصبح رئيسا للوزراء في فترة صعبة جدا قاد فيها البلد ومعب التنسيق مع المجلس الاعلى قوات المسلحة في ذلك الوقت كان هناك شبه اجماع على هذا الرجل على دور هذا الرجل على اخلاص هذا الرجل وداعا دكتور كمال الجنزوري تعالى شكرا